من جهته أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي سيد حسين إبراهيم طهى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بمناسبات إعادة انتخابه مؤكدا أن حكمة وتجربات وخبرة الرئيس الواسعة ومسيرته الموفقة والمميزة وحسن الطلاع على الأوضاع الإقليمية والدولية ستمكنه من قيادة الشعب الجزائري في هذه المرحلة الهامة وتحقيق أماله في المزيد من التقدم والازدهار اشتركوا في القناة